معبودة الجماهير والمرأة المجهولة وريا وسكينة وغيرهم في مكتبة فنية ضخمة تنوعت ما بين الطراب الأصيل والأفلام السينمائية والمسلسلات الإذاعية فقد رحلت بصوتها الشجي الذي لطالما أطربت به عشاق فنها فتحت هاشتاك شادية الملايين من مستخدمي تواصل اجتماعي في مصر والعالم العربي نعو الفنان القديرة شادية والتي وافتها المنية الثلاثاء الماضي عن عمر نهزة سادسة والثمانين بعد صراعا مع المرض ومع عبارة وداعا شادية المغاردون في الكويت ومصر والعالم العربي تداولوا صورا ومقاطعا لأبرز أعمال الفنان الراحلة التي أمتعت بها جمهورها طوال عقود عدة كما تداولوا صورا ومقاطعا من تنشع الجنازة التي خرجت من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة وسط الحشود الغفيرة من فنانين ومواطنين فبمشاعر الحزن المختلط بالإيمان بقضاء الله وقدره الفنانون والمغاردون في العالم العربي غرادوا بعبارات الرثاء مؤكدين أنها غابت جسدا إلا أن ذكراها ستبقى حاضرة دعنا الله عز وجل لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها فأسيح الجنان أننا لله وأننا إليه راجعون